هون كنا لملمنا الابضاع من الشارع وحطينها جوا ما بقي شي من البزنس الشغل واقف المصروف قوي كتير زادي كتير علينا ما دخول ما في سفر علي ديون للتجار اللي ديون ما بعرف إذا راح فيه لما كل العالم منكوبة ما حدا فيه يدفع وهلأ الشغل واقف كلنا عم نعمل فايلات صور هيدا وجيب هيدا وإغاثة وجيش لبناني وأنجي قوة من هون وأنجي قوة من هونيك الجيش إجا مرة سأل هلأ طالب وراء صلنا عم بقلك صلنا جمعة عم نركض تنأمله إياهن ساحب أقول لك كنيسة ساحب أقول لك إنجيلية ساحب أقول لك بيوزعوا لكم ساعدات مع الله طعم يعني نملكة أنا عم بيتضحكوا على العالم بشي بيعطوهم كيس بطاطا شي بيعطوهم ربطة خبز والجهات الرسمية متمنعة عن أي مبادرة كانت فيما يتعلق بإدارة تداعيات الانفجار المبادرة الوحيدة اللي اتخذت بهذا المحل هو مسح عم بتقوم فيه الهيئة العليا للإغاثة شو أهداف هيدا المسح ملنا عارفين شو هو لأنه ما حدا نتوجه للتحايا تايقلن ما شو رح يصير ما بعد هذا المسح تنظيف وترتيب أغان ما نرجع نجرب نفتح طل حضن بس طل عم نريب بورتوفل بعد ما عرفنا شي ولا قالنا شو دي سير ولا إذا فيه بروسيدجر معينة ليرجعوا يساعدونا ليرجع يصير شي بس نحنا بنرجع نضبط كل شي ع حساب المحل ونرجع نفتح ونوقفع الجنين أنا أول وجديد معاودين إحنا وليد حرب رجعنا زبطنا للتوزبيت اللي قدرنا زبطني عم نقدر نشتغيل شو أنا نعم ما عا بيادر إذا عندهم وصفين ما عا بيادر تشيل المصاري اللي هيدفع لهم وصفين ومصاري هيدا المطبع هيدا جوبوا كله بالمطبع ما عنا حال تاني بقى نرجع نوقف عجرينا ومتكلين على الله ومش متكلين على حالها جميزة بالله مدينة أشباح منا حدا معود نشوفها بهالطريقة كل شي نحنا جربنا نزبطه جبطناه ع حسابنا للأسف إنه حاسين إنه ما حدا رح يساعد نحنا ما متكلين على الإلا على حالنا ولا وزارة إجيت لحديث هلأ عطت خطة شاملة لكافية إدارة الأزمة بالقطاع يلي هي مختصة فيه الأضرار اللي بتصيب محل ببيع ثيب غير الأضرار اللي بتصيب مطعم غير الأضرار اللي بتصيب مؤسسة ثقافية مفروض كل وزارة وفقاً لها مهامة تكون عم بتشبك مع القطاعات المعنية من أجل وضع خطة لإعادة الأعمار ولا إعادة إطلاق النشاط المعنى فالا بالمحل ما بقي شي ولا أزيزي ورا مرية حتى الفساطين والتياب كلهم تنتفوا من قد ما كان قوي الضغط راح كل شي سفر راح في بلدية لا في أورجانيزاسيون مثل الخلق المحلات عم ينسرقوا التأمين بعد لها ما بيعرفوا إذا أكسيدان ما بيعرفوا إذا أكت غويس بقى تركيننا يعني جد ما تركين هيكي لحالنا بعد أسبوعين من انفجار المرفع أصدرت لجنة مراقبة هيقات الضمان كتاب أبلاغته لهيقات الضمان وين أرشدتهم بوجوب تغطية الأضرار النتيجة عن انفجار المرفع هلأ حاليا شركات التأمين عم بتجارب تتنصر من مسؤوليتها عبر إثارة نقطة أنه هني بدون ينطروا نتيجة التحقيق تيحددوا إذا كانوا الأضرار ناتجة أم لا عن عمل حربي ولكن إذا نحن عم نتعمق شوي بمسار التحقيق بنشوف أنه التحقيق ما عم بتناول هذه النقطة التحقيق عم بيروح على أسباب وكافية اندلاع الانفجار ولكن ما في أي مؤشر بيقول أنه هذا الانفجار هو جاية نتيجة عمل حربي والأسوأ من هيدا كله لكل مؤسسة أو لكل فرد متضرر بهالأحياء اللي معروفة واللي قريبة كتير من الانفجار يحضرون لهم ودايعون ولو بنسبة معينة نحن ما عم نطلب منهم يتبرعوا ولا عم نطلب منهم يسلحوا لنا يعطونا مصرياتنا بس الشي اللي لازم يصير هو تدخل القضاء من أجل إلزام المصارف بتسديد الودائع على القليلة للأشخاص المتضررة بنرجع بنحكيك لحد هلأ بعد ما حدا حكينا لصّا هيئتها طويلة وما بعرف إذا فينا نضايد ما فينا نشتغل على الأرض تحت بلا ما يكون فيه خطة رسمية عم تنعمل لإعادة العمار مع أهداف واضحة وكيفية صرف أموال بطريقة واضحة وشفافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر